اهلا بحضراتكم وقال البنك الاهلي في بيان ان رصيد هذا الوعاء الادخالي بلغ حوالي 290 مليار جنيه وان تم تنفيذ ما يقارب 60% من خلال القنوات البديلة اللي هي الاهل نت والاهل موبايل ومركز الاتصالات الهاتفية والباقي كان من خلال فروع البنك من مختلف محافظات الجمهورية واللي اسهمت في انضمام حوالي 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الاهلي المصري منذ طرح الشهادة في 4 يناير الجاري ايضا اعلن بنك مصر عن موعد وقف شهادات الـ 25% هو ايضا هيكون بنهاية يوم عمل غد الثلاثاء واكد بنك مصر ان موعد ايقاف فترة السماح لشراء شهادات الـ 25% 3 حرب ستكون بنهاية يوم عمل الثلاثاء الاسبوع الجاري وقال كمان محمد الاتريبي رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان وقف العمل بشهادة طلعة حرب ذات العائد السنوي 25% وعائد شهر 22.5% سيكون بنهاية الشهر الجاري 31 يناير 2023 في تصريحات لي اكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي ان 50% من قيمة هذه الشهادات في البنك الاهلي نتيجة استعادة تحويلات داخلية او من البنوك الاخرى او تعديل للعملة الاجنبية واوضح كمان انه تم غلق الشهادات بعد ما حققت اهدفها اللي ترحت من اجلها وان اخر موعد لشراء الشهادات ذات الفائدة الـ 25% هو 31 يناير الجاري سهمت شهادات الـ 25% في توفير سيولة نقدية كبيرة في الجهاز المصرفي المصري حتى اقتربت حصيلة شهادات الـ 25% داخل بنك مصر من حدود الـ 160 مليار جنيه خلال الفترة اللي امتدت من تاريخ الاصدار حتى عمل الـ 11 29 يناير 2023 فيما بلغت حصيلة شهادات الـ 25% في البنك الاهلي حوالي 290 مليار جنيه طرح بنك مصر والبنك الاهلي شهادات استثمار بعائد 25% سنويا لمدة عام واحد فقط دون تجديد وبيصرف العائد في نهاية المدة او شهادة استثمار بعائد 22.5% بيصرف شهريا لتقدم تلك الشهادات اعلى عائد على شهادات الادخار في تاريخ مصر بنأكد على حضراتكم ان اخر فرصة لشراء هذه الشهادات هو بقرة لان بانتهاء ساعة عامل داخل البنوك غدا هينتهي وقف اصدار هذه الشهادات دي كانت كل التفاصيل المتعلقة بمصير شهادات الـ 25% في بنك مصر والبنك الاهلي واللي اكدوا ان انتهاء اصدارهم هيكون بكرة الـ 31 يناير 2023 بشكر حضراتكم على الحسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابق